بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الثامن من دروس الفيزياء للفرع العلمي في هذا الدرس سنتعرف على قانونا كيرشوف وسنحل إن شاء الله مجموعة من المسائل عليهم في البداية كل الشكر لأستاذ أحمد حسن الزعبي وموقع وصفحة سواليف على نشر الفيديوهات نبدأ بالشبكات الكهربائية وقانونا كيرشوف في البداية هناك قانونين لكيرشوف القانون الأول هو عبارة عن لأي نقطة تفرع أو اتصال في الدارة الكهربائية يكون مجموعة التيارات الداخلة إليها يساوي مجموعة التيارات الخارجة منها بكل بساطة مجموعة التيارات الداخلة تساوي مجموعة التيارات الخارجة طبعاً لأي نقطة من هذه النقاط لاحظوا الآن لو كان لدينا الآن هذه النقطة يجب أن يكون هناك تيارات داخلة وتيارات خارجة مثال لو كان لدينا أنبوب ماء إذا كان هناك ماء يتدفق في طرف من أحد أطراف الأنبوب يجب أن يكون على الأقل هناك طرف آخر يخرج الماء منه فالآن لاحظ معي عند دخول تا واحد إلى هذه النقطة لاحظنا خروج تا ثمين وتا ثلاث فإذا نلاحظ أن مجموعة التيارات الداخلة وهي تا واحد تساوي مجموعة التيارات الخارجة وهي تا ثمين زائد تا ثلاث بهذا حصلنا على أن تا واحد تساوي تا ثمين زائد تا ثلاث لحظ الآن معي هذا المثال يقول المثال أوجد التيار المار في السلك ألف با إذن السؤال يقول أوجد التيار المار في السلك ألف با طبعا لدينا الآن نقطة هذه النقطة نرى أنه لديها مجموعة تفرعات هناك تيار داخل قيمته 2 أمبير تيار آخر داخل قيمته 1 أمبير وتيار آخر داخل قيمته 5 أمبير تيار خارج قيمته 1 أمبير المطلوب هو إيجاد التيار في الفرع ألف با وهو هذا الفرع هل هو من ألف إلى با أو من با إلى ألف طبعا بكل بساطة نقوم بالتطبيق على السؤال كما يلي أولا مجموعة التيارات الداخلة تساوي مجموعة التيارات الخارجة لا يمكن حل السؤال إلا بهذه الطريقة في البداية نقوم بفرض ما يليه أن هناك تيار يتحرك إما من ألف إلى با أو من با إلى ألف اختار ما تريده نفرض أن التيار يتحرك مثلا من با إلى ألف يسميه تا الآن حددنا اتجاه التيار وحددنا قيمته وهي تا الآن سنقول أن مجموعة التيارات الداخلة إلى هذه النقطة يساوي مجموعة التيارات الخارجة لاحظوا معي الآن لدينا تيار داخل قيمته 5 زائد لدينا تيار داخل قيمته 1 زائد لدينا تيار داخل قيمته 2 زائد لدينا تيار خارج قيمته 1 ولدينا تيار خارج قيمته تا إذن الآن هذه هي التيارات الداخلة فقط الآن التيارات الخارجة لدينا 1 أمبير ولدينا التا إذن 5 زائد 1 6 زائد 2 8 تساوي 1 زائد تا إذن سيكون لدينا تا تساوي 7 أمبير بما أن الجواب موجب إذن اتجاه التيار بنفس الاتجاه الذي تم افتراضه لو قام أحد ما بأخذ اتجاه التيار بطريقة معاكسة سيعتبر الآن مع التيارات الداخلة سيكون الجواب نفسه 7 لكن بالإشارة السالبة ونراحظ أنه في حالة أن التيار سالب هذا يعني أنه عكس التيار الذي فرضنا إذن لا يهم الآن قيمة التيار إذا كانت موجبة أو سالبة لأنه تم تحديدها من خلال الشكل فأنا أقول أنه يتحرك من با إلى ألف وقيمته تساوي 7 أمبير ننتقل إلى قانون كيرشوف الثاني طبعا قانون كيرشوف الثاني يقول ما يلي المجموع الجبري للتغيرات في الجهد عبر أي مسار مغلق في دارة كهربائية يساوي 0 إذن مجموع الجهود عبر أي دارة مغلقة تساوي 0 إذن الآن القانون الأول توزيع التيارات القانون الثاني مجموع الجهود طبعا ملاحظة مهمة بالنسبة للبطاريات إذا تحركنا من القطب الموجب إلى القطب السالب فالجهود سالب أما إذا تحركنا من القطب السالب إلى القطب الموجب فالجهود موجب أما في المقاومات إذا تحركنا مع التيار فإن الجهود سالب وإذا تحركنا عكس التيار فإن الجهد موجب للتوضيح لاحظوا مع الشكل وأرجو الانتباه الآن ما يحدد اتجاه الحركة هو انتقالنا من ألف إلى با أو من با إلى ألف وما يحدد أن الحركة مع التيار أو عكسها هو معرفة التيار نفسه فالآن لاحظوا التيار يتحرك بهذا الشكل هذا هو تالآن الآن أنا أتحرك من ألف إلى با أو أتحرك مع اتجاه التيار بما أنني أتحرك مع نفس اتجاه التيار سيكون في هذه الحالة جهد المقاومة يساوي سالب تا في ميم إذا تحركنا مع المقاومة نلاحظ أن الجهد يهبط لهذا با ناقص ألف تساوي سالب إذن الآن لاحظوا أن فرق الجهد في هذه الحالة أو الجهد عبر المقاومة يكون سالب لأنه يفقد الجهد إذا تحركنا الآن من با إلى ألف لاحظوا التيار يسير من ألف إلى با إذا تحركنا من با إلى ألف ماذا يحدث في الجهد في هذه الحالة نلاحظ أن الجهد يزداد إذن تا في ميم الآن مع البطارية لاحظوا الآن البطارية البطارية كل ما نهتم فيها ليس اتجاه التيار نهتم فقط بالقطب الموجب والقطب السالب بكل بساطة خذ القطب الذي تمر عند آخر نقطة فيه مثال الآن تحركت أنا من ألف إلى با أو من اي إلى بي وأنا أتحرك من ألف الآن مررت على القطب السالب ثم مررت على القطب الموجب ما هو آخر قطب مررت عليه؟ هو الموجب فإذن ستكون الإشارة موجبة لاحظ الآن أن مثل ما يقال بالعامية خذ الإشارة في إيدك وإنت طالع آخر قطب تمر عليه هي إشارة الجهد لاحظ الآن بالطريقة المعاكسة أنا أتحرك من با إلى ألف الآن أنا أمر مررت على القطب الموجب مررت على القطب السالب آخر قطب مررت عليه هو السالب إذن ستكون الإشارة في هذه الحالة سالبة فإذن الآن تحدد الإشارة من خلال آخر قطب تم المرور عليه هذه مهمة جدا بدونها لا يمكن حل أي سؤال لتوضيح الأمور نبدأ بالسؤال الأول معتمدا على البيانات الواردة في الشكل المجاور احسب فرق الجهد بين النقطتين ألف با طبعا في البداية هناك نوعين من الأسئلة السؤال الأول في كيرشوف أن نعطى دارة كهربائية كاملة ونأخذ لفة كاملة النوع الآخر أن نأخذ جزء من دارة كهربائية ويقول أو جد لي الجهد من ألف إلى با لاحظ الآن عندي نقطتين وهي نقطة ألف ونقطة با الآن كل ما يريد السؤال هو إيجاد الجهد من ألف إلى با أو إيجاد جهد ألف با في البداية بما أنه يريد جهد ألف با سنتحرك من ألف إلى با إذن ما يحدد اتجاه الحركة هو الجهد المطلوب نبدأ من النقطة ألف الآن النوع الأول من الأسئلة هو عبارة عن نقطة نتحرك لنصل لنقطة أخرى انتبهوا على طريقة الإجابة نبدأ بجهد النقطة ألف الآن جهد ألف لاحظوا الآن أنا أتحرك بهذا الاتجاه لاحظوا التيار يتحرك بهذا الاتجاه الآن أنا أتحرك عكس التيار الآن لاحظوا جهد ألف تم وضع إشارة جهد ألف الآن أتحرك لأصل إلى هذه المقاومة إذن بمعنى أتحرك عكس ستكون موجبة إذن زائد تا في ميم قيمة التيار ثلاث وقيمة المقاومة اثنين إذن ثلاثة اثنين الآن مررت على مقاومة داخلية لا أنسى المقاومة الداخلية المقاومة ليس لها أي اتجاه بالنسبة للبطارية هي عبارة عن مقاومة بجانب البطارية لا نهتم فيها باتجاه البطارية الآن سأقول زائد نص ضرب قيمة التيار وهي ثلاث الآن لاحظوا أني مررت في البطارية بحيث كان آخر قطب أمر من خلاله هو الموجب لاحظوا هذا هو الموجب فالآن زائد خمسة إذن قوة دافعة موجبة الآن أسير لأصل إلى المقاومة واحد إذن زائد واحد في قيمة التيار ثلاث الآن لدينا مقاومة داخلية زائد نص في قيمة التيار ثلاث الآن لدينا البطارية لاحظوا أني مررت من القطب الموجب ثم وصلت إلى القطب السالف إذن ستكون الإشارة النهائية سالبة إذن ناقص أربعة كل هذا سيساوي جهد النقطة الأخرى وهي جهد بع إذن الفكرة في السؤال جهد النقطة الأولى زائد ناقص زائد ناقص حسب العناصر التي لدينا إلى أن أصل إلى النقطة الأخيرة التي نريدها أي جهد النقطة الأولى زائد ناقص العناصر الموجودة يساوي جهد النقطة الأخيرة الآن بعد تجميع ما لدينا سنحصل على أنه جهد ألف زاد 13 يساوي جهد ب كيف يمكن طبعاً اختصار السؤال أو الحل في السؤال طبعاً يجب الانتباه بشكل كبير جداً لما نقوم بإيجاده لاحظوا الآن مثلاً 3 في 2 6 النص والنص هذه تساوي 3 كلها مع بعضها الآن هذه 5 الآن 3 في 1 3 هذه سالب 4 الآن أقوم بتجميحها بحيث يكون ناتج لدينا 13 في النهاية لكن يجب إعادة الحل مرتين هنا في هذه الحالة يعني بعد أن تقوم بإيجاد الجهد أول مرة من الواجب عليك إعادة التأكد من الحل ممكن أن تكون فقط إشارة موجبة أو إشارة سالب نعود للحل مرة أخرى ونتأكد من أنه القيم التي حصلنا عليها صحيحة الآن جهد ألف زاد 13 يساوي جهد ب أقوم بنقل 13 إلى هذه الجهة وجهد ب إلى هذه الجهة فإذن جهد ألف ناقص جهد ب يساوي سالب 13 لاحظوا الآن جهد ألف ب هي عبارة عن جهد ألف ناقص جهد ب إذن سالب 13 بهذا نكون إنهينا من حل النوع الأول من الأسئلة ننتقل الآن للسؤال التالي في الشكل التالي احسب جهد ألف ب جهد بادل جهد ألف دل سأقوم إن شاء الله بحل ألف ب وبادل وأترك ألف دل للمحاولة لاحظوا الآن معي الفرع الأول يريد السؤال جهد ألف ب طبعا بما أنه يريد جهد ألف ب كم تساوي سأتحرك من ألف إلى ب الآن هذه ألف وهذه ب في البداية قبل أن أقوم بالتحرك يجب التأكد من أن كل الأمور المطلوبة عندي في هذه الدارة تامة لاحظوا الآن في هذا الفرع التيار يساوي 2 أمبير في هذا الفرع التيار يساوي 3 أمبير يتحرك من ألف إلى ه التيار تحرك من دل إلى ه لكن في الفرع من ه إلى با لا يوجد هناك أي تيارات ظاهرة بالنسبة لي لهذا يجب تطبيق القانون الأول من كيرشوف وهو مجموعة التيارات الداخلة تساوي مجموعة التيارات الخارجة لاحظوا أن النقطة ه هي نقطة التفرع إذن التيارات الداخلة إلى النقطة ه هي عبارة عن الثلاث والثنين فإذن لو فرضنا أن هذا التيار سنسميه تا سيكون التيار تا هو عبارة عن ثلاث زائد اثنين ويساوي خمسة إذن قيمة التيار كما نلاحظ بما أنه داخل على نقطة ها وداخل على نقطة ها يجب أن يكون هناك على الأقل فرع واحد خارج منه فإذن سيكون هذا التيار قيمته خمسة أمبير الآن لاحظوا معي كيف سيتم الحل نبدأ بالحركة من ألف إذن نكتب الآن جهد ألف نمر على أول مقاومة طبعا لاحظوا اتجاه الحركة في أول فرع هذا هو اتجاه الحركة نحن الآن مع اتجاه التيار في الفرع الأول والفرع الثاني طبعا لاحظوا اختلاف التيار في الفرع الأول عن الفرع الثاني هذه ملاحظات مهمة جدا الآن جهد النقطة ألف الآن بما أني أمر في المقاومة مع التيار إذن سيكون إشارة المقاومة سالب إذن ناقص أربع في قيمة التيار في هذا الفرع ويساوي ثلاث الآن لدينا مقاومة داخلية طبعا مقاومة داخلية لا يوجد لها أي علاقة مع اتجاه البطارية هي مقاومة مثلها مثل أي مقاومة أخرى إذن ناقص واحد في قيمة التيار وهو ثلاث الآن أنا مررت من هذه البطارية آخر قطب مررت فيه هو الموجب إذن زائد قيمة البطارية 12 فولت الآن لدينا مقاومة خمسة إذن ناقص خمسة في قيمة التيار ثلاث الآن لدينا مقاومة داخلية ناقص واحد بثلاث سأكمل في السطر التالي لدينا بطارية لاحظوا أنه آخر قطب فيها سالب آخر قطب مررت من خلاله سالب فإذن سالب ستة الآن تركت الجزء الأول من السلك الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو العشرة لاحظوا الآن أيضا أنا أسير مع اتجاه التيار إذن أيضا سالب إذن ناقص عشرة في قيمة التيار وهو خمسة ناقص قيمة المقاومة الداخلية واحد ضرب خمسة والآن من البطارية الأخيرة وهي ستة بما أني مررت من خلال القطب الموجب كآخر حركة فإذن زائد ستة هذا كله يساوي جهد النقطة الآن سأقوم بتجميحها فيكون لدي الناتج التالي جهد ألف ناقص اتناش ناقص تلاف زائد اتناش ناقص خمسطاش ناقص تلاف ناقص ست ناقص خمسين ناقص خمسة زائد ستة هذا كله يساوي جهد ب الآن بعد التجميع يكون لدينا ما يلي جهد ألف ناقص ستة وسبعين يساوي جهد ب الآن سأقوم بنقل ستة وسبعين إلى هذه الجهة وأنقل جهد ب إلى هذه الجهة إذن جهد ألف ناقص جهد ب يساوي ستة وسبعين لاحظوا أن جهد ألف ناقص جهد ب هو عبارة عن جهد ألف ب ويساوي في هذه الحالة ستة وسبعين والإشارة فولت إذن بهذا نكون حسبنا فرق الجهد بين ألف و ب طبعا ممكن أن يقول السؤال بطريقة أخرى لو تم وصل فولت ميتر بين ألف و ب الآن فرضا تم استخدام فولت ميتر بين ألف و ب ما هي قراءة الفولت ميتر قراءة الفولت ميتر هي عبارة عن جهد ألف ب إذن نقوم بهذه العملية لإيجاد جهد ألف ب فبهذه الحالة نكون أوجدنا جهد الفولت ميتر هذه طريقة أخرى للأسئلة ممكن أن يضع لنا في هذا الفرع مثلا أميتر ويقول كم قيمة التيار في هذا الفرع أو كم قراءة الأميتر في هذا الفرع كل ما علينا هو إيجاد قيمة التيار إذن وجود أميتر أو فولت ميتر لا يغير من السؤال أي شيء ننتقل إلى حل الفرع الآخر وهو جهد بادل جهد بادل كم يساوي الآن جهد بادل سنتحرك الآن من با إلى دال لاحظوا الترتيب نفسه من با إلى دال سأتحرك من با إلى دال إذن ستحرك الآن من با إلى دال الآن المعلومات كلها لدينا هذا الفرع التيار قيمة 5 أمبير يتحرك منها إلى با هذا الفرع قيمة 2 أمبير كتيار ويتحرك من دال إلىها سأبدأ الآن بجهد با الآن سأتحرك طبعا بهذا الاتجاه ثم أتحرك في هذا الاتجاه لاحظوا الآن أنا أتحرك عكس التيار فإذن في المقاومات سيكون الجهد موجب لاحظوا الآن لدينا مقاومة داخلية إذن سيكون موجب لأننا أتحرك عكس التيار إذن زائد 1 في قيمة التيار في هذا الفرع 5 الآن لاحظوا أنا مررت من بطارية آخر قطب مررت من خلال وسالب فإذن ناقص 6 لدينا الآن المقاومة 10 إذن زائد 10 في قيمة التيار في هذا السلك وهو 5 الآن انتهينا من هذا الفرع سنتحرك بالفرع الآخر أيضا نلاحظ أننا نتحرك عكس التيار فإذن في المقاومات موجبة لدينا المقاومة 5 إذن زائد 5 في قيمة التيار في هذا الفرع 2 أيضا لدينا المقاومة الداخلية وأنا أحب دائما أن نأخذ المقاومة الداخلية قبل أن نأخذ البطارية كي لا ننساها إذن زائد 1 في قيمة التيار 2 الآن مررنا من خلال البطارية التي قيمتها 9 لاحظوا أن آخر قطب مررنا من خلاله هو القطب الموجب فإذن زائد 9 هذا كله يساوي جهد النقطة لاحظوا العملية هي عبارة عن تدريب كل ما حلينا أسألي أكثر على هذا الموضوع كل ما تمرنا أكثر كل ما كان إن شاء الله حلنا أدق طبعا يجب مراجعة السؤال بعد الانتهاء منه فالآن نقول جهد با الآن سالب البطارية الآن لدينا 1 في 5 لدينا 10 في 5 زائد زائد إلى أن نصل إلى جهد النقطة دال فيجب التأكد من الحل بشكل دائم حتى لا يكون هناك أي مشاكل في الحل إذن جهد با زائد 5 ناقص 6 زائد 50 زائد 10 زائد 2 زائد 9 يساوي جهد دال الآن جهد با زائد 70 يساوي جهد دال الآن ننقل مثل كل مرة جهد با ناقص جهد دال يساوي سالب 70 إذن جهد با دال يساوي سالب 70 هذا هو حل هذا السؤال بهذا نكون أنهينا من حل هذا السؤال إذا أعجبك الشرح لايك وشير واشتراك ونلقاكم في المرة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر